أغلق السوق جلسة الأمس على ارتفاع بـ 1% للجلسة الثانية على التوالي كسب المؤشر العام نحو 113 نقطة واستقر عند مستوى الأحد 10.370 بلغت قيم التداولات الإجمالية نحو 5 مليارات و 800 مليون ريال معظم من قطاعات خلال جلسة الأمس أغلقت على ارتفاع تصدر هذه القطاعات قطاع البنوك الذي ارتفع بنحو 1.14% قطاع المواد الأساسية أيضا حقق مكاسب بنحو 1% فيما جاءت مكاسب قطاع الطاقة بنحو 16% ثلاثة قطاعات فقط أغلقت على انخفاض منها قطاع الأدوية والذي تراجع بنحو 14% أما قطاع تجزئة الأغذية فتصدر خسائر جلسة الأمس فيما يخص أداء الأسهم تصدر سهمة أمانة للتأمين وعناية الارتفاعات بالنسبة القصوى وذلك بعد إصدار البنك المركزي السعودي موافقة على أملية الاندماج بين الشركتين وزيادة رأس مال أمانة في المقابل تصدر سهم التطويرية الغذائية والمدرج حديثا في السوق الرئيسية تصدر تراجعات اليوم بنسبة 7% طبعا أمس كانت ثاني جلسة تداول لأسهم في السوق الرئيسية والسهم أيضا أغلق على تراجع بـ 10% في الجلسة الأولى ارتفع عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي إذ بلغت 575 ترخيصا بالمقارنة مع 156 ترخيص خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت حصة المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية نحو 46% من إجمالية ترخيص الجديدة بينما بلغت نسبة المشاريع بملكية أجنبية بالكامل نحو 54% في أخبار الشركات أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات موبايلي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8.5% من رأس المال أي بواقع 85 هللة للسهم كأرباح عن العام الجاري وأبلغ إجمالي الأرباح الموزعة نحو 654 مليون ريال وتنتهي اليوم فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة مدقلف للتأمين يشاري لأن فترة الاكتتاب قد بدأت في الخامس عشر من نوفمبر وذلك عن طريق طرح 35 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 12 ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 420 مليون ريال وذلك لزيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى مليار و50 مليون ريال